هلأ هنطلع لفلاشات عمرية فلاشتنا اليوم برضو رح تحكي عن ثقافة الاستهلاك خلونا نتابع حول نرجع لو تخيلنا قصة فتاة أرادت أن تجمع صاحباتها في البيت على يعني وليمة عشاء أو وليمة نقدر نسميها حلويات وقاتو وفعلا اشترت المستلزمات الأساسية لهذه الجلسة الجميلة جلسة الطعام وجلسة الأنس مع صاحباتها لكن هذه الفتاة اكتشفت إلى أن الغاز مبوبة الغاز غير يعني فارغة وبالتالي لا تستطيع أن تنتج هذا الطعام ولا ذلك الشرب ما الحل؟ الحل لابد أن تذهب لكي تطلب من السائق أو تطلب من الخادم أو تطلب من أحد إخوانها أن يجلب لها ما يمكن أن توقع به النار حتى تستطيع أن تصنع هذا الطعام لكن لو اكتشفنا إلى أن هذه الفتاة أعطت السائق أو أعطت الخادم أو أعطت من يقوم بهذه المهمة مبلغ محدد وقالت له إذا ذهبت إلى السوق أو ذهبت إلى مكان الغاز اتصل عليه فذهب وقال والله أنا وصلت قالت والله أنا تذكرت شيء جب لي كريمة زايدة جب لي بعض المتطلبات كذا بالأشكال وكذا فضاع الوقت واجتمع النساء حولها وصاحباتها ولم تصنع لها الطعام لماذا؟ أخذت تفكر في الكماليات على حساب الوقت الأساسي الذي كان يجب أن تصرفه لصالح إنداج هذا الطعام الفتاة تعاني مشكلة الاستهلاك كثرة الاستهلاك عندها تجد أكثر من فستان لا حاجة له أكثر من أدوات متياج أكثر من أنواع من العطورات وأحيانا تخاصم وتنافح وتجادل عليها بل أحيانا إذا لم تجد أحد من أهلها أو من إخوانها أو حتى من والديها من يذهب بها إلى السوق ليشتري لهذا النوع من العطر أو هذه القطعة من القماش أو شكل الزينة المحدد ربما تغضب على الجميع وهذه مشكلة كبيرة عند البنات زيادة الاستهلاك أو ثقافة الاستهلاك أخذت بعدا كبيرا من ضمن الأسباب الرئيسية في هذا الجانب قضية التقليد يعني هي تريد أن تقلد تريد صاحبتها طبعا أنت لست كفلانة نعم عندك مكانيات عندك قدرات يمكن الله سبحانه وتعالى أنام عليك لكن هذا ليس بالضرورة يعني إلى أنك ترهقي أهلك وإخوانك لكي تشتري كل شيء تقليدا مع الأطراف الأخرى أو والله دعاية شفناها في المجلة أو في التلفزيون أو أخبرتني عنها صاحبتي هذا يعني أني أنا أرهق كل العائلة وكأنه ما عندهم اهتمامات إلا هذه القضية الجزئية من ضمن الأسباب كذلك ما يمكن أن نسميه بمحاولة إظهار الجمال الجمال الوهمي هذا الجمال بمعنى أنها تبدأ تستهلك قدر ما تستطيع عسى أن تتجمل أمام الأطراف الأخرى والله هذا اللون مرة كان أحمر خلينا بكر أطلعنا مبلون آخر هذه والله الساعة شكلها اليوم كذا بكر أريد أن ألبس ساعة يعني لون مختلف وشكل آخر وهي تعرف أن هذه فيها إنفاقات وزيادات من المال فتكثر من الإنفاق على حساب الجمال ولا تلتفت إلى الجمال الداخلي جمال الروحي ذاته هو الجماله يعني كل جميلا ترى الوجودة جميلة كل يمكن حتى هي البنت نفسها إذا رأت صويحباتها يرون أنها مجتمعات حول فلانة أو يحبون فلانة ليست أكثر جمالا ولا أكثر تتبعا للأسواق ولا أكثر محافظة على أنواع الكلونيات إنما فيه سر داخلي هذا السر المختصار هو الحب النابع من الداخل إذن ليست قضية التقليد هي الحل وليست قضية زعم الجمال هو الحل لمسألة الاستهلاك والأمر الثالث والأخير في مشكلة الفتيات في تعلقهن بالاستهلاك ما أشبه أن أسميه بالرسالة أو بالرؤية أو بالهدف الذي تعيشه هذه الفتاة أحيانا اهتماماتها ضعيفة ما أصلا لا تقرأ إلا مجلات لا تتابع إلا آخر أخبار المكياج وآخر أخبار الموضات والصفقات الأخيرة هذا الاهتمام يحيدها ويجعل أن شعورها وبقاءها في الحياة وأن أنسها مع الأخوات هو فقط قائم في هذا العالم فإذا رأت أن هناك جيل سبقها بالزواج وجيل سبقها بالصحبة وجيل سبقها بالعلاقات تكتشف فيما بعد إلى أن كثرة الاستهلاك وعبارة عن ثقافة موهومة وروجها للأسف أعداء المرأة الذين يحاولون أن لا تنشغل إلا بزيادات الأمور والأحيانا أنها تقوم بفعل بعض المحرمات في الأشكال أو في التزيّن الظاهر الذي لا يرتضيه الإسلام حتى تخرج إلى المجتمع بشكل هي تظن أنه الجميل وفي إحصاءات قرئت إلى أن أموال التي تنفقها المرأة والفتاة في الزوائد من المكياج والمكاب وبعض الأمور الزائدة هذه إلى أنها يمكن أن تغني مجموعات من البشر في إفريقيا وفي غيرها المرأة الواعية المرأة العاقلة هي التي تتزين الزين الصحيحة الزين الجميلة ولكن كل شيء يكون بعقل وكما قيل في الحكم الحب جميل وأجمل منه أن يكون بعقل والجمال ظاهر وباطن فإذا زاد أحدهما على الآخر لا يمكن أن يكتمل وفي دين الإسلامي وثيابك فطهر قالوا أي ثيابك الظاهرة جملها وثيابك الداخلية وهي نظافة القلب ونظافة الروح هي التي تولد على الظاهر مزيدا من الجمال فطوبى لمن تمسك بهذا الأمر وخاصة من الفتاة مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي مشاهدين في فقرة شفة نجاح لليوم صاحبة قصة نجاحنا لليوم أوقلت شموع الأمل في طريقها للنجاح الذي رغم المعوقات التي واجهتها فكانت من وعد وعد صاحبة قصة نجاحي اليوم صاحبة أول مصنع للشموع في المنكة العربية السعودية نروح نشوف التقرير هذا اللي رحنا عندها وصورناه من اليوم اشتركوا في القناة